السلام عليكم الناس لكم معكم اليوم احمد كابو كالعادة في فيديو جديد اليوم نتقابله في فيديو كالعادة كما كل عام باش نحكيو على الفيفا السنا باش نحكيو على الفيفا دي الساد هذي اول فيديو من تخطيه بتاعنا الفري تخطيه مدر ولا باي ما علينا دونك اول مش ما يشتابع جيمي جنيوز مجلس لش فيديو ما كو بتعرفوني مغروم برشة بالفيفا لذلك احبت اشتابعي ماذا انا احسيت برابور للفيفا السنا برابور للفيفا دي الساد ماذا نتوقع منها بشي سيري ماذا نجمت اللامت معلومات هذي الكل ان شاء الله باش نحكيو علي في فيديو هذي لاتكو لذلك الفيفا دي الساد السنا بشيء مش عادية نبدأ انا متشوق برشة ميقبل ما نبدأ نحكيو في الموتور وكل شي صار في الفيفا نبدأ نحكيو على الكافر وكيفاش اي اي بدلت في الكوفيرتور بتاع السنا وكيفاش معناها اختاروا نجوم جدد متعكو رب معناها عوض ميسي خاطر المتع ميسي اللي تعودنا عليها ميسي معناها ديما في الكافر متع الفيفا السنين اللي فاتوا سيري وفات المتع ميسي لذلك تعدى الجوارات الجدد اللي هما انتوني مارشيال خميس رودريغيس اي ايدن هازرد و ماركو رويس لماذا من الاربع جوارات التي اخترونها اي 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 واحدة مولا تقرير دراس hoe فاتول واحد كما مارشيال كما خميس كما رويس معنى مارشيال قوه فيονات غasion السنة هزار يمولوا بكل شن Reach ما ويمكنكم خميس كما عظمك مثال ما بينهır ذلك نستنى برشة مجرده خميس وماذا هي الإمكانيات مع رئيس بالنسبة للجوارات نعتبره سيكسي بالنسبة للأي وزيدة بخلاف التغيير مع جوارات مثل كوفيرتور مع جو اي اي بدلت في الموتور كلنا نعرفوا ايجنايت الموتور اللي خدمت بي فيفا 6 و فيفا 15 تويكا سيئ اي اي فسخت ايجنايت سيئ ارتحنا منه تخيلوا انتم بشنو بدلتو بدلتو بموتور فروست بايت اللي هو الموتور بتاع متاع باتل فيلد 40 الموتور اللي تخدم بهulan باتل فيلد الكلهم اللي لعبتو معنا بتل فيلد ول Ahmad الان عمデو فكرة وعلى باتل فيلد يعرف شنية قوة الجرافيكس اللي موجودوين في الجحية ديتك شنية قوة الموتور متاع فروست بايت هذة انت اي 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 تخيل انتي معناها شنو بشيصير كي اي تستعمل فروست بايت في الفيفا قوة LGT ايんですين قوم بشيأ ندخل الجمهور كيفية بش نحطوك يمرز تفجأ والكفالة تكنيك كل عام يعودوا في نفس الكلام اما اول مرة اول مرة معنا اقنعوني بكلامهم خاطر السناء ينجمع عندهم البوسيبليتات بش يعملوا اللي يحبوا بالموتار هكيا وهذه هي حاجة مش نورمال باش نعطيكم اكزامبل معنا على الكلام اللي نحكي فيه تشوفوا خامس رودريغز السناء تفرج على الجرافيك تفرج على السكين تون تفرج على كل شيء يوجد خامس في وجهك اقريبا حاجة متصدقة لدرجة انه واحد ما يفهمش برشة في اللي جهة ممكن يشوفها تقول لك هي حقانية تشوف قداش قربنا معنا في الجرافيزم الرياليزم مانتا نتصور خمسة سنين اخرين انتوا واحد ما عاش يفرق ما نرجع للسيجاب حكاية خامس هذا يعني كما قلت لكم خامس السناء حتى نرى خمس متعة من اول متعة فيفا 6 تشوفوا الانتواق كما الانتواق نقولوا ما بين الالتواق والجين اللي نلعب بها تشوفوا ما بين البلاي 3 والبلاي 4 والكس بوكس 360 والكس بوكس 1 تشوفوا انتواق الانتواق بين الموتر ايجنايت وموتر فروست بايت كبيرة ومش عادية ونتوقع برشة من الموتر السناء لذلك هذو ما اول زوزة حواج ما نحبت نحكيو عليه متعويقة باش نتعدى ونحكيو على الفيتشورز حاجات جدد اللي تزادوا في الج بالنسبة الفيتشورز هذو ما عنا خمسة برايس كوما لذلك عنا The Journey اللي هي Game Mode جديدة هابتو تفجت ونحكيو عليها من بعد عندك Set Piece Rewrite يعني كورنير الكوفران التكنيك جدد متاحهم Physical Play Overhaul معناها كيفاش الجوار باش يستعمل بدنوا في الج New Attacking Techniques يعني دي تكنيك جدد في الج أوفنسيف ما معناها كيفاش الجوارات يعملوا معناها دي تكنيك باش يتكيو وفي الأخر Active Intelligence System معناها امتاع الذكاء الاصطناعي امتاع الجوار الأخرين نبدأ بأول حاجة اللي هي The Journey اللي هي Game Mode الجديدة في الفيفا قريبة برشة Career Mode يعني جميع اللي يحبوا Career Mode هذي هي أعز مودي للكم كل اللي باش تعاوض Career Mode ما باشتقد ما باش تتبدل مودي جديد انا اول ما تفرشت ما سمعتوه بالبيعي ويحكي اول ما تفرشت ما سمعته ما هي مودي جديدة ما شيت في بالي معناها باش تتزايد الفازة هذه لل Career Mode ما باش تتزايد ما باش تتزايد ما باش نعمل لكم فيديو هذي باش نشوف ان دي تايش نوها صار سمعت ليه مودي جديدة دونك It's a new mode حاجة بعيدة على Career Mode هي مش بعيدة باش تزايدة ما باش تزايدة عملنا كي Single Player معناها عندك جوار اه انجليزي اسمه Alex Hunter باش نلعبو به راو نسكول ما باش تنجمش تعمل موديفكاسي جوار متاعك هذي حاس ما قالت ايه ما باش ممكن بعد يبدلو اما عملوها معناها كيمودي ستوار كي ما نقولوك اه مثلا Assassin's Creed ما باش تلعب برسوناش برك هذي نفس الحكاية فامتني دونك عندك Alex Hunter جوار باش نلعبو به احنا الكل اذا كم باش نلعبوه المودي هذي هي The Journey جوار هذي معنا باش يكون في دي كلوب ويحاول وكل ايه باش تحاول تعيشنا كيفاش الجوار يعيش معنا كيفاش حياة الجوار ماذا الصدمات اللي باش تعرض لها ماذا المصعب اللي باش يتعادي ومعناها هو في الكلوب كيفاش باش يضيع فرص كيفاش باش يمركي كيفاش باش يتحسن كيفاش يحكي مع الانترينور متاعه كيفاش يتعامل مع الجمهور ما هو عملونا social media ماذا تتعادي جوار اخرين كما روني كما جيرو كما سانشيز ماذا تتعادي جوار هذوما في الانترنت ماذا في الانترنت ماذا تفعل انترفيو ويجيوا سهلوك انتي تختار كيفاش جاء ما تحب تعمل بز ما تحب تقعد رائض ماذا تسمع جوارات اخرين يقولون عليك كما هاريكين كما روني معناها جوارات هذو ما أصيرتهم مكترفية يركزوا برشا على جوارات الانجلتير على البركليز دونك جوارات ميم كي يقولون عليك عملوهم هما يحكيوا معناها هاريكين جابوه صحوا معا بشي عملوهم معناها البساج هذي معناها اي اي سنا ما نرشح شنو نيويا نيويا بش تبهرنا برشا اول المود هذي انا منيش من النوع اللي نحب نلعب برشا سلو نلعب بات ساعات كارير مودي اذا كانت تبدأ مقصوص عليها انترنت ولا حاجة كما نلعب بالنسبة للمود هذي حاجة طيارة برشا نتعذيب تويقى الحاجة الثانية اللي باش نحكيوا عليها اللي هي سيت بيس ري رايت معناها الكوفرون الكورنير معناها نرشنا جول كيك معناها لحكاية تيكو ما دونك بالنسبة لأول حاجة اللي هي الكوفرونت عندك قبل في الفيفا سيز فيفا كنز ما كنش نجموا نحركوا الزور معناها كنحطوا الكورة في بلاساتها الجول اللي بشي شوت معناها هيك اللونغ الواحد اللي ينجم يشوت منه عنا في الولتيميت تيم مثلا واحد كيعرف يشوت كوفرونت معناها نقوله وتمركيلو لولا بعد معناها فما عبادك يمشي وحط لك جول بحث البار بحث البار معناها غاديكا في البار لكي انت تشوتها لو فضل في الكواهيكيا هو ينجم ينحيها معناها ما يبلغش بونتو من كوفرون خط الكوفرونتو بصيف عاما سهلين للعابد اللي تعرف تشوتهم في الفيفا اي 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 تويكا عملتنا حل الحكاية هذه هي انك تنجم تبدل ديركسيون من كوفرونتو من الجوار مثلا قولوا ابرا من النوع اللي يقعد ديركت مستقيم قدام الكورة كريستيانو قولوا يدور شوية ميسي يدور زاوية ب 90 درجة نجم انتو بأي جوار عندك تبدل ديركسيون من كوفرونتو يعني هكا نجم تشوت بالكستيريور نجم تشوت بأي زون من ساقك وهكا نجم تشوت جوار يجعطيك دي بوصيبوليته اكثر بشتمركي الكوفرونتو الكورنير السناء عملو لها فازة جديدة هي انك بريسك قليب البرو تشوف الكورة وين بشتابط اكزاكتو معنا الكورة يعملك كل نقطة الصفر هكاية في التيرا هذي معناها هي معلومة ما حكيتش لياي اي ما شفت عند يوتيوبرز اخرين عاملين ليكس وفازات اخرين متاع الفيفا هذي فازة جديدة الله وعلم كيفاش بشتكون الا ما نجم نحكم عليها الا ما نجم نحكم عليها الا ما نجربها وفي الاخرى عندك البنالتيات تنجم تعمل هكا مثلا فما زورات كيمة بوكبا يبدأ يمشي يجري بعد يمشي بشوية بشوية وبعد يشوت معناها بشي خطوة الجوار القول شوية معناها بشي نجم يمركي اذا لم تفازات يعملون هك roomm tailored كبير بالجوارات كبير زادتا DAEA زادتة بالنسبة للشيب شوت في الي94 Ultra تنجمها مركيا على يم 무� häufال حيث 60 معناء تنجم وصدتشيبه على يم و between ح wrestle في مستقبت عادة ففا ten foot هذه فازة واحدة بالنسبة لل componس معناها بالنسبة للشيبيش كيفاش بيش توظفو في الجو 이� Learn how to do your job مع جوارك في الجو في الجو في الجيم بلاي كيفاش انك بشتكوف ريكورتك هذو مادة تكنيك جد ولينا نستعملهم برشا في الفيفا 6 ما كانوش موجودين معنا بريسك فيفا 15 فيفا 14 الفيزيك ما كانش عنصر مهم برشا خاطر كنا نعتمدوا بريسك كان على البيس ما سنة فيفا 6 ولينا نستعملوا برشا ال L2 اللي هو LTF لإكس بوكس يعني بوتون هذي اللي نكوفر به الكورة مم حتى جوار يبدأ عنده البيس ونيقص فيزيك ما كي يجيه ديفنزر ينجي ميكوفر كورته يعني الفيزيك وانصر ولا مهم برشا فيفا 16 فيفا 17 حسب ما قالوا ليوتيوبارو اللي تستوي الجو قالوا انه الفيزيك بشيكون عنده امبورتانس اكثر من فيفا 16 يعني الفيزيك بشيكون مهم برشا بشي نستعملوا برشا البوتون L2 بشي نكوفر كورتنا وكل هذي هي بالنسبة للفيزيك ما فهمش معلومات اخرى توفرت لنا بش نجم نزيد نحكي عليهم ما هذي كمان اشقالوا ليوتيوبار دونك انا نعود لكم في كلامهم ما نجم انا نحكم الا ما نجربها دونك ان شاء الله نوالكم فرست امبريشنز اول ما تحبط البتا ولا تحبط ديمو اذا كان اجبت نجربهم دونك جا طويق الوقت بش نحكيوا على الاتاكينج تيكنيكس ولا تيكنيكش جدا متعلق في الفيفا نبدأ اول حاجة بالدريفن باس الدريفن باس كان يعني الناس تفهم شوية في فيفا باس جديدة تزادت هي باس اما تمشي قوية سيروخ يعني عبارة انزلت مو ثلاث ما تمشيلوا ديراك يعني في عفف باس ام بروفندور تمشيلوا في سقيه بقوة الباس ام بروفندور و تجيه في المنطقة متاع الجول و هكيك الباس مستحيل تضيع تجيه في سقي الجور اذا كان عنده بول كنترول به يكنترول الكورة ويولي في فرصة طيارة برشا السنة في فيفا دي سيد يزيدوا الدريفن باس بالنسبة للجيلان يعني نقوله القول معنى هزا كورة بيدو القول ينجم يعمل الدريفن باس للقريب معنى بيدو يعني الباس فعلا تمشي ضعيفة معنى تلاتة كوم تلاتة فرصة متاعك ينجم يعمل الانترسيبسيون تمشي قوية تولي مضمونة زادت نجم تعمل الدريفن باس بالدريفن ثرو مش دريفن باس حطرية بالدويرة معنى في عوض بالإيكس تمشي للجوارة والترميليوم تبدأ مضمونة وهكاك تجد تبني كونتر التاك ولا اي حكاية اخرى هذه فازة طيارة برشا بالنسبة للتاك كما تعرفوا الناس تابع فيها معنى انا عبا نلعب برشا بالسكيلز معنى 5 ستار سكيلز معنى دي ما تقع عندي في كيبتي لازم معنى تلقى جوار وعلا ثنين عندهم سنكيتوال مش انا معنى بتساعد حدا ديفيزيون او نحب نلعب على الجو مانا نحب نلعب سكيلزين متوبات مزيانين ولية الناس اللي تعرف معنى الحكاية هذه السناء اي 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 ازيت لنا اه 5 ستار سكيلز جديدة تتسمى دريبن باس اك زيت عملها جوار يلعب في نوروي في ديفيزيون دوم تالانكلوتير في بيلي جيد مش نورمال مع ديجا جمور خاد بيت حتى صحابه ديجا ما بشو صدقيقة باش عملها المهم السكيل هذه باش تكون كاتر اي طوال يعني اي جوار عنده كاتر اي طوال فهما فوق نجم يعملها سكيل طيارة برشا ممكن شوفوا لها فارياسيون اخرى بالسنك اي طوال ما بالنسبة للكاتر اي طوال لكيها باش تكون فما زادة نيمار ستيب اوورز اكزيت اي طوال ما شوفناش انجيم اما فما يشعر تقول لي باش تدخل في الجو ما علينا هذو ما معناها السكيلز اللي تزادوا وهذو ما اللي تكنيك متعلقة اللي زادتهم ياه اخر حاشر باش نحكيو عليها هي الانت اكتف انتليجنس سيستم يعني سيستم جديد تانتليجنس للجوار في الفيفا بالنسبة للي معناها الجوار اللي بشتاكيو يعملوا دي فيك ران معناها يعمل لك ران يطلب كورة اللي هي معناها في الحقيقة متع تمويه معناها بش يعمل لك ابل بش يموه به اللي ديفونسور ما زادة حتى اللي ديفونسور والله واثكا يعني ينجموا يفهموا الحكاية هذو ما ونجموا معناها ديفونس ما يتحلش برشة واذي افازة نعتبرها انا طييرة برشة من عند اي اي معناها برشة تزادوا الفازات هذو ما متاع الانتليجنس الفيرتوية متاع الجوار كيفية بش يطلبوا كورة كيفية بش يعملوا باسات كيفية بش يعملوا اللي اندويت متاعهم يعني حاجة طييرة برشة ثاني حاجة عملوا جوار ينجم مثلا كيتعملوا ثرو بول ويبدأ ديفونسور مغطي عليه ينجم يخرج من التاماس وهاكاية الجوار كما وقت تبايل عمل البرشلونو معنا يخرج قريب يوصل له الفيستير هو يجري لبرة وخلط على الكورة وماركا معنا نفس التكنيكة كيفية وليتها كيفية زادة بالنسبة للتاماس الجوار بش يلعب التاماس معنا التوش والبرة ينجم يتحرك يعني ينجم يعمل خطوطين ثلاثة اربعة القدام وقلا التالي هكاية نجم تربح ليس باسمتهاك وتقدم في المليار زادة نجم تعمل فيك ثرو معناها فيك ثرو يعني اللي بش يشوت الباس ينجم اللي بش يلعب باس موش يشوت اللي بش يلعب باس يعمل بش يموه بيه مانا يراعش فيه مانا كما نقوله في الهند بش يشوت penaltiات ميشوتش من اول مرة يعودها برش مرة تكياه نفس الفيزة هكاية هذو ما ما نتصور هذو ما اللي نجمت اللامده معلومات على الفيفا ديستير جو قالوا فما يوتيبرز يقولوا والأسرع فما يوتيبرز يقولوا والأقل بالنسبةى اليوتيوبرز اللي لعبوها البررة هم لعبو الفيرسيون بريسك ستين سبعين في المية كاملة يعني ما زالت التوما وصلوا معنى كاملوها التوما كملة تجو عند اي اي دونك نجمو نشوفو فازات جدود هكاية سو معنى هيدو ما معنى اش نجمت انلمت معلومات ان شاء الله عجبوكم قولوا ليش تحبو تشوفو اكثر معنى جو تحبو نحكي عليها انتائي كيما هكاية منعرش عليكم انا ماس افكت اه باتلفيل دوان اي جو تحبو نحكي عليها انتائي بخلف لسيبيزود متاع غيمينج نيوز زادال يحبو يتابع الاخبار ما يفوتو شي من اخبار ال اي ثري يمشي للباج متاعنا تينيزين جيمرز توي يلقى الاخبار الكل غاديكا ويلقى الفيديو متاع غيمينج نيوز دايلة حطنا لايك فازات اكيك انيواز ان شاء الله عجبكم فيديو اذا كان اشبك حطنا لايك ما عجبك تحطنا ديس لايك حط كومنتير باش نتناقشو على حكاية الفيفا والي ثري ان جنرال سيا يا جايز في فيديو الجاي ان شاء الله تلقاوه اليوم في الليل ولا غدوة اليوم في الليل وهو دجا فيديو اذا كان بشابة في الليل ممكن نعش ممكن نعمل double upload الله اعلم مع لينا ان شاء الله يعجبكم فيديو و سيا يا جايز في الفيديو الجاي شكرا